يا بسم الله ناكو يا أهل الكهف يا زهراء قد يحدث في العراق ما لا يحدث في هوليود هذا التفجير محضف تراء إنما هو المؤثر الصوتي والصوري وقص ولسق ونسخ لتكرار نسخ الفبركة وشريط الكذب المقصود التفجير الذي دعنا شروه عبر منصات التواصل الاجتماعي استهداف عجلة أمريكية في منفذ الجيشان الحدودي بين العراق والكويت غرب البصرة تفجير بعنوان إثارة الشائعات أو قل إنها حرب صفراء تنشر الأكاذيب والناشر فصائل أو ميليشيات مسلحة قيادة العمليات المشتركة في العراق ورئاسة الأركان الكويتية نفت تعرض المنفذ الحدودي لأي عمل تخريبي خلية الإعلام الأمني كذلك أوضحت أن ما تنقلته بعض الصفحات منصات التواصل الاجتماعي ما هي إلا محاولة لتضليل الرأي العامة أما الحدود فلم يمسسها سلاح أو رصاصة كما توثق الصورة الجوية التي توضح طريقا عسكريا في معبر الجيشان الذي يبعد 2 كيلو متر عن معبر سفوان أما أسباب نشر مثل هذه الكذبة فهي تأتي لمحاولة بعض الميليشيات والفصائل المسلحة في محاولة التخريب الممنهج والمقصود أمام العراق كدولة كلما اقترب من حوار استراتيجي والتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع قرب موعد اللقاء الذي يجمع بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية فإن الأخير بدولته وجيشه بات شماعة التي يعلق عليها المخربون لخارطة الأمن والاستقرار بحجة وذريعة رفض التوجد الأجنبي وهو ما لا يخدم مصالح العراق التي تسعى الحكومة اليوم إلى إعادة السيادة والهدوء وإنهاء التوتر الموجود في البلاد ترجمة نانسي قنقر